أستاذ سامح له خبرة 25 عام في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة استشاري ببرنامج فقراء العالم الرابع بهيئة الـ CCFD الفرنسية مدير ومؤسس مركز طلعة حرب للتدريب على ريادة الأعمال والتسويق في الـ USAID استشاري برنامج سيدة للمشروعات الصغيرة بمنظمة اليونيساف مدير مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية عضو الاتحاد النوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة استشاري تقييم المشروعات بمؤسسة ساويرس للتنمية والسندوق الاجتماعي للتنمية أحد مؤسسي برنامج التدريب للتوظيف التابع للمعونة الأمريكية وأسس العديد من برامج القروض للمشروعات الصغيرة في الهيئات الدولية وهيئة كير وهيئة بلان وهيئة سيدة رحبوا معي بالأستاذ سامح إدوارد بساء الخير نعرف طبعا آخر اليوم وآخر اليوم ده بتبقى حاجة صعبة نعرف طبعا في احتفالات فعليا الاسبوع بتاع الاسبوع العلامي لريادة الأعمال أنا أعتقد أنا بس النهاردة هحب بقى شارككوا كده يعني هنقدر نقول في أسبرينا كده سريعة على ريادة الأعمال وزي ما كنا بنتناقش مع بعض مع زميلكم الصبح تمام قد ايه موضوع ريادة الأعمال في الوقت الحالي وفي ظل السوق والمنافسة الشرسة اللي بقت موجودة النهاردة والانفتاح العلامي في الأسواق أصبح موضوع ريادة الأعمال ده موضوع من الموضوعات اللي مهمة حتى في الهيئات الدولية اللي بتشتغل في مجال الكريدت أو القروض ده واحدة من ضمن الحاجات اللي بتحطها في الاعتبار في موضوع ريادة الأعمال فنبدأ الموضوع الاول بسؤال يعني ايه ريادة؟ ده السؤال ليكم يعني ايه ريادة؟ كل اليدين دي مرفوعا؟ ده حاجة كويسة جدا ممتاز قائد السبق التميز ايه كمان؟ الفن الابتكار الاسرار حلو ايه كمان؟ التفرد المشاركة ايه كمان؟ صبر منذ البتل استاذ صبر مش كده؟ طيعا كان عنده صبر فبقى صبور تمام؟ ايه ايه كمان؟ مش كده؟ طبعا طيب تعالوا نشوف مع بعض. انا هتعبك في حاجة. هتعودي ورا. على كرسي الورى. وهي على الكمبيوتر بس عشان نقلب ممكن؟ الموضوع بسيط برضو هتتابع معي. كده بس. ماشي. طيب. فنشوف كده مع بعض موضوع ريادة. طيب. قبل ما كلمة ريادة عايز انقل بس على حاجة مهمة انه في خلال الخمسة وعشرين سنة تمام? لان انا عندي ستة وعشرين دلوقتي. ففي خلالي الخمسة وعشرين سنة اللي انا خطهم في مجال المشروعات الصغيرة والقروض. وبرنامج القروض اللي انا كنت مسؤول عنه وقروض بالضغض مش بالدال. كان من ضمن الحاجات اللي مهمة اللي انا يعني شدت انتباهي هو مشكلة فقر الافكار في مشروعات صغيرة في مصر. فقر في الافكار بالنسبة للمشروعات الصغيرة في مصر. ودي واحدة من ضمن المشاكل الكبيرة جدا اللي بتقابل الناس اللي مسؤولة عن برامج قروض عموما في مصر. فتعالوا نشوف موضوع الريادة ده ازاي بيحل الاشكالية بتاعة موضوع تمام التقليد تمام وان الناس تبقى شبع بعضها وبتقلد بعض. تمام وفي الاخر بنلاقي مشاكل في كتير جدا من المشروعات الصغيرة. اول حرف في كلمة ريادة حرف الايه? الريه. مش كده? طيب الريه دي ايه? بقى. عشان اكون حد ريادي في المشروعات الصغيرة اول حاجة قال لك ايه? ريادة في الفكرة. ريادة في الفكرة. خلي بالكو اهم واغلى واصعب جزء في المشاريع الصغيرة هي الفكرة. ومعظم رجال الاعمال اللي نجحوا بدأوا بفكرة. لان انا كتير جدا بنقابل شباب في برامج انطلاقة كمان دايما يقولولي مشكلتنا من من اسوان لاسكندرية. ايه يا جماعة مشكلتكم? الفلوس. طب انا هديكم فلوس دلوقت. ايه الجديد اللي انتو هتقدموه? فبنقف. فالمشكلة هنا ببقيتش فلوس. المشكلة هنا بقت مشكلة فكرة. ايجاد فكرة ابداعية جديدة تمام مش موجودة. هو ده الاساس والاغلى في اي مشروع صغير عايز انا يبقى ليه ريادة فيه هو ده اللي انا لازم اعمله. وده سبب نجاح اي دولة او اي مشاريع او اي شركات نجحت في السوق هو دايما تقديم الافكار والفكر الجديد. الفكرة الجديدة. ماشي? حتى لو تطوير يعني حاجة قائمة وبطورها انا برضو بعتبر ده جديد. ده تجديد. فده جزء مهم جدا في ان انا لو انا عايز اخش في المجال ده لازم اسأل نفسي الجديد اللي انا هقدمه في السوق. مش كده? لما اجي اتكلم على مطاعم الفراخ. فيه كم مطعم فراخ في مصر. مش كده? ما يتعدوش. لكن فيه كم مطعم كنتاكي في مصر. او اسم كنتاكي. حوالين العالم مش في مصر كمان. والموضوع في ايه? هو فكرة. فكرة. كل الفكرة قائمة على الخلطة السرية. يعني تخيلوا شركة النهاردة. تقدر بالمليارات. تمام? اه ايمة على الخلطة السرية. تعالوا كمان لشركة زي كوكولة او بيبسي. حتى اللحظة اللي احنا فيها دي قائمين على انه الفكرة بتاعتهم الخلطة اللي بيعملوا بيها كوكولة او بيبسي البودر الرئيسي. وعشان كده كل المصانع اللي في العالم هي مصانع تعبئة. والخلطة بتجي لهم منين? من برة. هي دي قيمة الفكرة. القيمة في الفكرة مش القيمة في الفلوس. القيمة الحياية في فكرة المشروع. فلو انا من البداية مش هيكون عندي ريادة في الفكرة اعرف اللي جاي هيبقى صعب جدا. لما هيبقى عندي ريادة في الفكرة اللي جاي سهل. اللي بعد كده. هنقول دلوقت هنقول يعني هيجي في السياق الكلام دلوقتي. ريادة في التنفيذ. وانا بنفز. لازم كمان يبقى التنفيذ على اصول على معايير. على ان في سياسات في انظمة بتحكم العمل. لما بتيجوا تخشوا النهاردة اي سلسلة من سلاسل الكنتاكي اللي موجود في مصر هو اللي موجود فين? في السعودية هو اللي موجود فين? في اي حتة في اوروبا. فبقى في سياسات. النقطة اللي بعد كده. ريادة في النجاح. انه لا اتوقف انه خلاص انا دخلت السوق وعندي فكرة متميزة. لكن لو تلاحظوا ان كل شوية الاسماء دي بيتعمل ايه? تجديد. تطوير. ادخال جديد. تمام? عشان تظل محتفظة بالمكانة اللي اوجدتها لنفسها في السوق. ماشي? فده جزء مهم جدا. فكل دي اسئلة. لازم اسأل نفسي قبل ما خش في مجال ان انا هخش على مشروع. فكر في سؤال مهم جدا. الجديد اللي انا هقدمه للناس. ما هو المختلف اللي انا هقدمه للناس. ماش كده? وإلا الناس هتسيب كل الناس دي وتيجي لك انت بالذات ليه? ماش كده? ده مهم. لازم افكر طول الوقت في المبدأ ده. حرف الياه? الابتكار. لازم يكون عندي ابتكار في المشروع بقى. ايه اللي هتبتكره في الخدمة او في المشروع بتاعت? انت هتقدم ايه? ايه الجديد? ايه المختلف? تمام? اللي هتقدمه للناس. فالابتكار لو تلاحظوا انه مرتبط مرتبط بالناس. بالعميل. وخلي بقى لكم. احنا من الدول التي لا تحترم العميل عشان نبقى سرحة. ماش كده? حتى في القطاع العام عندنا شلنا يفطط العميل دائما على حق. اللي هي اصول تسويق. شلناها. وبالتالي العميل راح مننا ما بقىش يجي. فاحترامك للعميل ده جزء اساسي في نجاحك. فانت بتبتكر مش عشان المشروع بتاعك ينجح. انت بتبتكر عشان العميل. كله لصالح العميل. اللي جاي كله برضو مرتبط بالعميل. التميز. التميز في الخدمة. التميز في المكان اللي انا بقدم فيه السلعة. التميز فيه ما بعد البيئة. في استخدام السلعة او في الخدمة. كل حاجة بقى فيها تميز. في ادارتك. برضو يبقى لازم يبقى فيه تميز. التفرد. كل ما هتتفرد بالحاجة اللي انت بتعملها. هتضمن طول الوقت وجودك في السوق. شركة كوكولة وشركة بيبسي والشركات العالمية بقى لقى كام سنة في السوق. مش كده? هي متفردة. باللي بتعمله بالمنتج بتاعها. فكل ما هتعمل حاجة. انت فقط اللي بتعرف تعملها. تمام? هو ده كمان هيبقى سبب من اسباح النجاح الرئيسية. لتوجدك واستمراتك في السوق. ده مهم جدا. اختلف. التخطيط. عملنا تقييمات لمشاريع كتيرة تابع السندوق الاجتماعي. ودايما كنا بنلاقي اكتر من خمسة وتسعين في المية من زمالكو. ما بيخططوش. وبالتالي بيفاجأ بازمات. بيفاجأ بمشاكل. والمشاكل كلها اللي احنا فيها في مصر هنا هو سوق تخطيط. سوق تخطيط. تمام? لو بنخطط صح مش هيحصل اللي احنا فيه ده دلوقتي. عشان شوية مطر البلد متبرجلة من مبارح. سوق تخطيط. تمام? فالتخطيط انه لازم ابص على المستقبل. تمام? طبقا الظروف والامكانيات بتاعتي. وبعدين بحط سيناريوهات للتعامل مع المستقبل. للتعامل مع المنافس. للتعامل مع السوق. للتعامل مع العملة. كل ده بيخش تحت التخطيط. فلازم يبقى عندك خطة واضحة للمسار اللي انت عايز تمشي فيه. النقطة اللي جاي دي مهمة. ومهمة جدا. ازاي تكسب العملة? لو انا كسبت العميل. اضمن ان المشروع بتاعك هيمشي لوحده. لما نيجي نبص النهارده لشركة في مصر. العمل عندهم ثقة في شركة ازاي هنا? ثقة ايه? مش كده عمياء ليه? المنتج بتاعهم فرض نفسه في السوق المصرية. فخلاص. لان هو فعلا كمان العميل بالنسبة له اهم حاجة. العميل دائما هو الاساس. عشان كده النهارده بندرس في التسويق. بنقول ايه? العميل يدير المنظمة. العميل يدير المشروع. انا المشروع بتاعي موجود عشان ايه? عشان اخدم العميل. لو انا فكرت انه دي الحاجة اللي انا بحبها ودي الحاجة اللي انا عايز اعملها المشروع بتاعي مش هينجح. لكن لو انا فكرت وده الاختلاف بقى بيننا وبين الناس التانية انه العمل عايزين ايه? العمل بيفكروا في ايه? مش كده? لما نيجي نقول للنهارده السيدات في مصر? انه بكرة في غسالة نزلة. الغسيل طالع منها مكوين. ايه اللي هيحصل? هتتخد هوى. مش كده? طيران. خاصة كمان لو قالوا لهم ان فيه كمان يكول ازواج. تمام? فهتبقى كمان ماشي يا نار. ماشي? اه هتخلص قبل ما تنزل. فهو لازم انا اشوف العميل عايز ايه? مش انا عايز ايه? تمام? وبجناء عليه المشروع بتاعي بيشتغل. حرف الايه? الالف. لازم اكون انا الاول. معنى ريادة يعني انا في المقدمة. وما قلتش التاني قلت الاول. ليه? لان انا لو دخلت السوق. وحاطت التاني هتلاقي نفسك التالت والرابع. ليه? كل يوم بيخش منافس. مش كده? فانا لازم اعمل حساب المنافسين. لازم ابقى قدام. لازم طول الوقت احط محطة صعبا عايز اوصلها. ولا اتنازل عنها. تمام? زي مين? هندا. هندا تخيله راجل بسيط جدا. تمام? كان والده صاحب ورشة ميكانيكة سيارات. تخيله كان هو حاطة التحدي بتاعه مين? وهو حاجة صغيرة جدا كده. طبع الناس تقولك لا ده يعني بيحلم. لا ما هو الابتكار يبدأ بحلم. كان حاطة قدامه كمنافس وتحدي ومسل اعلى تيوتة. وما وماسكتش غير فعلا تحدى نفسه وقدر ينجح وتعدى كمان تيوتة. وايه ورشة ورشة صغيرة للميكانيكة السيارات. ده مش بس كده كمان شوفوا بقى لما ايه في حد منكم كان وانا بتكلم بسأل على الرياضة حد قال لي الاسرار او الصبر. مش كده? هو قدم في البداية لمناقصة كانت مقدم عليها شركة تيوتة. يقدموا بعض قطع الغيار. تخيلوا اترفض الطلب بتاعه ده كم مرة? ياريت. اترفض واحد وتلاتين مرة. كل مرة يقدم ويرجعوه او يقولوله يعني ده ما ينفعش. اسرق غير مطابق للمواصفات. طبعا حد من نا لو حصلوا ده يقول لك ايه? قوسة. قال ليهم ناس. اه انا نحس. انا ملياش حظ. انا مش عارف ايه. لا الموضوع ملوش خالص. الموضوع بيزنس. والبيزنس معرفش الحظ. البزنس يعرفش شغل. ففضل لغاية ما اخر مرة. قالوا له هو ده اللي احنا عايز يومي. وهنا كانت نقطة الانطلاق. واحد غيره هيقول لك انا مش عايز اكتر من كده. انا عملت عقد مع تيوتا وخلاص. الورش بدل ما كان فيها هو والده. عشان يقدر يغطي الطلبية جاب عشرين عامل تاني. بعد ما جاب العشرين عامل قال ايه? مش هسكت. انا لازم برضو. هو ده الرياضة. عشان ياخد اول براءة اختراع لاول دراجة نارية في العالم. وياخد وتاخد هندا علامة تجارية مسجلة. ومسكتش برضو حد غيره هيقول لك كفاية كده انا خدت يعني تميز. لأ قالك برضو لازم هعمل العربية. وعمل العربية. برضو مسكتش بدأ يعمل ايه دلوقتي? افضل طبعا مواتير توليد كهرباء في العالم هي هندا. فدخل في مجال مواتير الكهرباء توليد الكهرباء. ومواتير المراكب واليخوت البحرية. هو ده التحدي. هو ده الرياضة. تمام? وما كانش معاه فلوس. بالعكس كان ظروفه صعبة جدا. ماشي? هادي المفروض الرياضة. انتهاز الفرص. الشخص اللي عايز يبقى ريادي. كيف ينتهز الفرصة? طبعا اللي اسدزف كده وقارفلنا في عشتنا مين? الصينين. فتخيلوا مسلا ابقى في دورة في العريش. ويلاقي ان الشباب زمالكو طالعين على البحر. ايه يا ابن راحين فين? راحين استدقى نادي البحر. انا افتكرت بيهزروا. تلع الكلام جد. فهتعملوا بيها ايه? قالوا لي في مركب صيني هنا. بيشتري مننا الانديل بجنيه. فالفضول خدني لازم اسأل ايه الموضوع? فاكتشفت انه هم بياخدوا منها مواد بترو كيموية بتخش في صناعات كتيرة من الانديل بتاعة البحر. فما بيسبوش حاجة. حتى الزبالة بتاعتنا عرضين انه هم ياخدوا الطن بست الاف جنيه. هو ده انتهز الفرصة. سوء. اعرف ادخله اكسب يعني اعرف اطلع منه فعلا. مش بس كده. وانا في السودان برضو. فجئت انه هم داخلين في استثمارات البترول. في استصلاح الاراضي. تمام? في الطرق. تمام? في تربية المواشي. صنين. فما بيحدوش حاجة. تعددهم مليار وتلتمية مليون وما عندهمش مشكلة اكل. ما عندهمش مشكلة مرور. ليه? بيعرفوا ينتهزوا الفرص. بيعرفوا ينتهزوا الفرص. الادارة. الشخص اللي عايز يبقى ريادي لازم يبقى اداري شوطر. وكل مشاكلنا لو تلاحظوا هنا هي مشكلة ادارة. كل مشاكلنا اللي احنا فيها دي هي مشكلة ادارة. نحن نفتقد الى المدير العربي. صراحة. عايزين المدير اللي يعرف ياخد حاجة واقعة ينجح. هو ده المدير. مش ياخد هيلزق في الكرسي بتاع المدير لغاية ما ينتقل الى رفيق الاعلى. لا. ياخد هي نجح. هي دي احنا عندنا مدير اه حتى بيصوروه في الافلام تلاقي حد زي البطيخة كده. وصجار ونضارة شمس. هو لا مش ده المدير خالص. على فكرة برة دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها مدير. بقى ايه او منصق. وبقى في وسط الناس. ليه? عشان يقدر يتابع ويشارك الناس. هو جزء من فريق العمل. مش في قمة الهرم فوق. الايمان بالنجاح. انا اصق تماما انه الشخص اللي حاطت هدف انه هيوصل له هيوصل له. فدايما اقول لي فريق العمل بتاعي كمان هنحلم ونصدق الحلم. مش كده? وطالما فينا ايه? فيه ده المخ. اعظم جهاز ربنا خلقه لنا لا نستخدمه. تمام? فلو عملوا اختبارات دلوقتي كده لنا كلنا بنظام التعليم بتاعنا الحمد لله. هلاقي المخ ده لسه عزيره. حتى ما لينش. اجنس موجود. عايزين نطلعه عشان يشتغل. عشان يطلع الطاقات والافكار والابداع اللي موجود فيه. فلازم نبقى مؤمنين ان احنا هننجح. والناس اللي سبقتنا ونجحت. مش احسن مننا. هندا ده مفيوش حاجة زيادة عني. ولا عن اي حد. وغير وغير وناس كتيرة. المهندس حسين نفس الكلام. كاي نمازج عربية او مصرية. تمام? بدأوا من تحت. وما برضو هقول ما كانوش بيبصوا الكلمة امكانيات. هو كان فيه تحدي قدامهم وظروف صعبة بس قدروا يتغلبوا عليها. ارادة التغيير. هل انا عندي ارادة ان انا اتغير? واحسن ويبقى تغيير ايجابي? هل هشوف الاولويات ايه? هل هدير وقت ازاي? تمام? احنا حتى المورد بتاع الوقت بنهدره. بنهدره. احنا النهار ده كان في الايام. طمانتاشر حداشر الفين وايه? لو بعد شهر حد يقدر يجيب لي طمانتاشر حداشر الفين وتلاتاشر? مستحيل مش كده? عدة. فهو من العناصر التي لا يمكن ايه? تغزنها. ما ينفعش نرجحها. ويوم من عمرنا عدة. فلازم تسأل نفسك في نهاية كل يوم. ايه اللي انا اضفته لخبراتي ومهاراتي النهار ده? بعيدا ان انا احنا عادنا في العربية التلات اربع ساعات عشان نروح. استثمار الوقت. يعني تخيله مسلا في الصين عشان ما يضيعوش وقت. لو انت قاعد منتظر قطر او المترو وفيه وقت نص ساعة ربع ساعة. حطلك مكنة تقعد تشتغل كده تعملك عشرين تلاتين قلم جاف في الوقت ده. انت هتلاقي عندنا في المحطات بتاعتنا جاب قرطاس لب. وما لدني عشر لب. استثمار الوقت. استثمار الوقت. ازاي بتستثمار الوقت. ده جزء مهم جدا. فده جزء مهم عشان تتغير الاولويات بتاعتك ايه? بتدير وقتك ازاي? بتفكر ازاي? تمام? خبراتك بتطورها ازاي? كل دي نقط في عملية التغيير. حرف الايه بعد كده? ابدال. الدعم الزاتي. يعني ايه دعم زاتي? حد ممكن يقول لي كده? عشان ما بقاشر. الله اسمعكو شوية عشان رغيت كتير. نعم? بشجع نفسي ايوة ده نقطة مهمة بجد. اشجع نفسي. انا اللي بدي الحماس لنفسي. ايه كمان? الثقة بالنفس وان انا واثق ان المشروع بتاعي هينجح. هحلم واسدق الحلم بتاعي. ايه كمان? في هدف انا حطه وانا اللي بسع عليه. مش كده? كل ده انا بعلم نفسي بنفسي. انا بعمل بروح اشوف اعمل تبادل خبرات بنفسي. مش كده? فعشان كده حتى دايما نقول ايه? ايه الفرق بين التعلم والتعليم? بالرغم ان هو حرف. الفرق هي ارادة الشخص الذاتية انه عايز يتعلم. مش حاجة مجبر ان هو يتعلم. هي ده انه التعلم. فاحنا عايزين كمان الشخص يبقى عنده الدعم والحافز الذاتي انه انا انا هوصل للمحطة اللي انا رايح. يعني انتخيلوا مسلا بلد زي الصين دي. في خمس سنين قضت على الامية. احنا بقلنا من سنة سبعة وستين بنشتغل في الامية وما خلصتش. بالمناسبة كانوا بيحتفلوا من كام شهر بدخول الصين نادي الكبار في ايه بقى حوامل الطائرات. هم حطوا هدف ان عايزين يبقى نمتلك حاملة طائرات. واخد كان قعدوا خمس سنين نشتغلوا عليها. احنا قريب هنحتفل بحاملة التكاتك. انا مش بيهزر او علي نعمل احباط بس الفكرة تخيلوا التكاتك مستوردة. مش عارفين نعمل تك تك. ما عندناش شباه في كوليد هندسة في ميكانيكا مش ممكن. ايه تك تك ده عشان استورده? فلازم طول الوقت نفكر نبعد عن الاستهلاك ونفكر في الانتاج. خلي بالكو اللي رايح او الاتجاه اللي رايح في المستقبل انه لو مش هنمتلك التكنولوجيا. هيتلاعب بينا. هيتلاعب بينا بجد. يعني اقتصاد بتاعنا مش هيبقى مش هنقدر. لازم يبقى عندنا التكنولوجيا بتاعتنا. لانه النهاردة نصرف مليارات عشان اجيب التكنولوجيا. احنا ايه ما فيش حاجة تنقصنا عشان اعمل ده. بس كل واحد بيبدأ بنفسه. كل واحد بيبدأ بنفسه. على فكرة مش شركات حكومية برا. هي شركات خاصة. الامكانيات دراسة الامكانيات. لازم كل واحد منينا باعرف امكانياته ايه? ما جيش اقترض مبالغ جمدة جدا. وبعدين ما عرفش اسدد. لازم اشوف امكانياتي ايه? اعمل جس نبض للسوق الاول. بعدين ابتدي اشتغل على هذا الاساس. فاعرف امكانياتك في البداية كويس. دعم للاخرين او دعم للاخرين. عمر ما مشروع صغير نجح بالشخص صاحبه بس. عمره. واحنا عندنا طول الوقت المشكلة دي ايه? الموروس الفرعوني شوية. فانا عايز اعمل مشروع انا اللي هسوق. وانا الحسابات. وانا الانتاج. وانا التخطيط. وانا كمان التسويق وكل حاجة نا. مش ينفع. عمرك ما هتكبر. حاجات هتقع منك. فلازم تدعم اللي حواليك. وتبني فريق عشان تكبر. لازم تكبر عشان تكبر. كمان مشروعك يكبر. ده مبدأ مهم جدا في الادارة بتاع المشاريع. من غير من غير ما يبقى معاك الفريق مش هتنجح. يعني كل مشاريع الصين ايمة انه لما تيجي تلاقي مسلا مصنع صغير بيعمل امصان رجالي. هنا عندنا في المشاريع بتاع السندوق هتلاقي واحد اللي بيعمل القميس. من اللياء لالف الى اللياء. لأ برة مش هتلاقي كتر. يمكن تلاقي سبع تمن مشاريع للاميس ازاي? واحد بيعمل بس اللياءة. فهتطلع اللياءة شكلها ايه? نزبوط. واحد بيعمل اساور الاميس. واحد بيقص. واحد بيختار القماش. واحد بيختار الموديلات. واحد للتغليف. واحد للتسويق. واحد للتصدير. فتلاقي ما نفسناش بعض. ساعدنا بعض. والكوالي تطلع علي جدا. والتكلفة قال. الديمقراطية. هنا بعيدا عن السياسة. الديمقراطية في الادارة. ازاي تشارك الاخرين? في تطوير مشروعك. في اتخاذ قراراتك. ده مهم جدا. تخيلوا مسلا شركة زي سوني. انه كل الافكار الجديدة اللي بتطلع من العمال الفنيين اللي موجودين في الورش. ليه? في شراكة. احنا حاسين ان ده مكنة. مش قرار جاي من فوق. ما ينفعش. او في مركزية. تفاجأ انه مسلا كل الناس اللي كانت يعني عاملة مشروعات صغيرة. تفاجأ انه مجرد ما الشخص بيغيب تلاقي كل حاجة واقفت. ده فشل على فكرة مش نجاح. النجاح امتى? لما انت تبقى مش موجود. الدنيا ايه? ماشي. الدنيا خلاص. بقى فيه سياسات. بقى فيه نظم. بقى فيه قليات موجودة انا بشتغل عليها. اخر حاجة هو دائم الفوز. الشخص الريادي لا يعرف الفشل. ده مش موجودة في القموز بتاعي. انا داخل ناجح ناجح. انا داخل السوق وهكسب يعني هكسب العمل اللي انا داخلها ايه. فانا مفيش حاجة اسمها هفشل. ده انا شلتها من القموس بتاعي. حرف الايه? ته. التفكير. ازمة نزامنا التعليمي ان هو خلانا نحفظ ما نتهمش. مش كده? وبالتالي مخلاش قدرات التفكير عندنا. عليها. تمام? فالتفكير التفكير التفكير. انا عايزكوا كده تبصوا على اي حد من الشخصيات اللي موجودة في السوق سواء دكاترة سواء علماء. دايما الجزء ده اللي هو من هنا كده لغاية هنا هو اغلى قيمة في الوظائف اللي بيعتمد على الجزء ده. ومن هنا لغاية تحت اقل قيمة في الفلوس. ليه? هنا بيعتمد على المهارات الايه? العضلية او البدنية. وده احنا متقربين فيها كلنا. لكن دايما اللي هيكون مختلف وليه قيمة الفكرة. قيمة الفكرة. فتخيلوا مثلا. الراجل اللي اخترع المفتاح اللي بيفتع علبة البلوبيف. مش كده? شوفوا تافه قده ايه? لغاية النهار ده الورصة بياخده فلوس. ليه? الفكرة. ملكية الفكرة. فشوفوا الفكرة غالية قد ايه? اغلب كتير جدا من العمل العضلي. او العمل اللي هو بيشبه بعضه. هنا التفكير لانه مرتبط بالابداع. انا بعمل حاجة مختلفة. مش كده? وعلى فكرة التفكير ده ممكن يخرجنا من كل المشاكل اللي احنا فيها. كنت بحكل زمالكو الصبح. انه في اليابان في خط اوتوبيس داخلي. في اليابان. المشكلة ان لقوا ان الاوتوبيس بياخد اكتر من عشرين الى خمسة عشرين دقيقة عشان الخط ده اخره حارة. ماشي عشان يلف في الاوتوبيس. ويقعد الوش وبياخد عشرين خمسة عشرين دقيقة عشان مكان دايق. فشب من كلية هندسة. ارى عمل اختراع انه عمل صينية. تمام? هيدروليك. بيدوس على زراره يروح الاوتوبيس لافف. وهو واقف. فيروح وشه مع دولي النحية التانية. وقال لك ايه بقى? شرع بلف. هنا هيقول لك احنا شاربين حاجة لو الشرع لافة معينا. مش كده? ايا دي بقى قيمة الفكرة. مش كده? التشاور. ازاي تتشاور? ازاي تسمع? احنا كمان نتعلم لما نسمعش بالزاب في اليومين دول. لازم نتعلم نسمع. احنا عندنا ودنين والسان. يعني نسمع ضعف ايه? ما نتكلم. فلازم نسمع عشان يبقى عندنا حصيلة من المعلومات ومن الخبرات. التطوير. لازم طول الوقت. هخش في مجال لازم اطوره. لازم اطور. ومع التطوير كمان لازم يبقى في ايه? تميز. اقدمه بشكل شكله ايه? لازم اقدم بطريقة مختلفة. مش كده? فلما نيجي نبص على سلسلة كرفور. هي عملت ايه? في المحلات البقالة الصغيرة. نيمتها. ليه? التميز في طريقة الايه? العرض. مش كده? التميز في طريقة الايه? تسويق. الاعلان. مش كده? هو نفس المنتج. بس هو ما بيعرف يقدمه لك ازاي? وازاي بيعرف يكسب. هو ده بقى قيمة بتاع الريادة. ازاي اكون ريادي في المكان بتاعي? طيب. وعشان نقول يبقى بعض الاسس المهمة في ريادة الاعمال اول حاجة بنقول ايه? لازم اللي انت بتعمله لازم يبقى ليه قيمة ومعنى. بس على فكرة مش قيمة ومعنى ليه كنتوا. قيمة ومعنى للعميل. قيمة ومعنى للعميل. مش كده? يعني النهار ده مسلا في امريكا خلاص الطيارة اه سوريا العربية اللي ممكن تطير في الزحمة بقت موجودة. لو في زحمة هتلاقي العربية طارت. فعلا بقت موجودة. هل ده يمثل قيمة ولا لأ ومعنى? دي مهما كانت غالية الناس هتشتريها ولا لأ? هتشتريها. فهو بيفكر في العميل. بيفكر في العميل. ودي هارجع تاني اقول لكم ايه? قيمة التكنولوجيا. اقول لكم حاجة برضو عشان تعرفوا انه جزء كبير جدا من داخل امريكا. في مثلا الصناعة الخاصة بالطيارات. الطيارة المدنية العادية دي اللي الناس بتسافر فيها. سرعتها كان في المتواصل دلوقت. حد عارف? تقريبا معلومة عامة. هم? كلكم عارفين ده حاجة كويسة جدا ممتازة. طيب من تمنمية الالف كيلو متر في الساعة. انا شفت تقرير لوكالة ناسا بتعمل طيارة وشبه خلاص في يعني انا شفت حتى شكلها بس شلوها بعد كده من عميت. الطيارة دي هتنزل سنة الفين خمسة وعشرين. يعني بعد كم سنة? تقريبا اتناشر سنة. مش كده? عارفين الطيارة دي هتبقى سرعتها كم? عشرة تلاف كيلو متر في الساعة. هي دي بقى قيمة التكنولوجيا. تخيلوا بقى الطيارة دي ممكن تنزل بكامي? مش كده? هي دي الرياضة. هو ده الرياضة. عشان اكون في بداية السوق بتاعي. الهدف بتاع المشروع لازم يكون مش شخصي يعني ايه مش شخصي? ما تفكرش في المكسب دلوقت. فكر في النجاح. والنجاح هيكون المعيار بتاعه رضا العميل عن المنتج بتاعك. رضا العميل عن المنتج بتاعك. مش كده? كام نوع شاي مصري نزل? في السوق? كتير جدا. وفي اسماء مش موجودة دلوقت. البرد الازرق والورد ده ومش عارف ايه وايه 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 وانتهت. مش كده? واوكي ده اوكي واوة واوة والكلام ده. طيب. في نوع طول الوقت ما بينزلش يعني ما بيقلش عن مستوى في السوق. ليه بتو? ليه? محتفظ بجودته. احنا عندنا مجرد ما الحاجة تبتدي تمشي شوية. فيروح يبتدي يلعب في ايه? في الخامة. عشان اكسب. بس هو مش واخد باله هتكسب النهاردة شوية. بس بكرة انت هتخسر وهتقفل. وده اللي بيحصل. انا ما عنديش رؤية استراتيجية ان هكسب شوية حتى ولو قليل. بس على المدى البعيد. انا هكسح السوق. مش بنفكر في المستقبل. مش بنعرف. بنستعجل الربح. فاعرف انت وجودك في السوق مرتبط بالعميل. ساقدم ده ده الشخص بقى اللي بيفكر بريادة. ساقدم ما ايه? ما يحسن ظروف معيشة الناس. انا دايما هفكر اقدم حاجات للناس. الناس عبانة منها. فتخيلوا اي شاب مصري النهاردة يبتكر لنا اي حاجة لحل مشكلة المرور. ايه اللي هيحصله? كل الناس هتجري وراه. لانه عايز يحسن. وعايز يطور. مش كده? فده يا سلام يا ده حاجة هايلة جدا. ده من ضمن الحاجات اللي لازم نفكر فيها. فانا دايما بقول ايه? كوكب اليابان برضو من ضمن الحاجات عشان يحلوا بها الزحمة. عملوا حاجة زي المترو بس هو كبير قوي. تمام? الميزة ان العجل بتاعه معمول كأن الترولي ده. او الباص ده. يعني لو هو ده اوتوبيس مسلا افترض ده الاوتوبيس. ما معلش رسمي اي كلام. تمام? العجل مستخبي هنا. تمام? لكن الاوتوبيس ده. ممكن العربيات تعدي من تحتيه وهو ماشي. مفيش اي مشكلة لانه ارتفاعه. تمام? عشان ما يعملش مشكلة او ازمة في المرور. وفي حساسات لو العربية قربت تلاقي زي انذارات اشتغلت. عشان ما ياخدش مكان وهو ماشي. ده غير الاترات اللي عندهم اللي ماشية بالمغناطيس او اللي ماشي على مخدة مغناطيسية وغير وغير. هي كلها عشان تحسين الظروف المعاشية للناس. ايه كمان? لازم اقول ان انا هقدم فرص عمل جديدة. النهار ده كل هيئات القروض. احنا بنبصوا احنا بنراجع بعض الدراسات الجدوى على حاجة مهمة جدا. المشروع ده هيقدم كم فرصة عمل. ده مهم. ان مشروعك يبقى ليه دور في خلق فرص عمل في السوق. ده برضو من ضمن الحاجات اللي مهمة. ساجعل العالم مكانا افضل للعيش. انا المنتج بتاعي او الخدمة بتاعت هتخلي الناس خلاص. بتعيش افضل. فتخيلوا النهار ده من غير النت ايه اللي هيحسن? مش كده? خلاص? مع العلم لو رجعنا من عشر سنين ورا. يعني ده اللي كان عنده نت ده يقول لك اه يعني انا عندي نت. هو دي الشطارة في عملية التسويق. تمام? وان انا اقدم خدمات للناس فعليا تحسسهم بقيمة الخدمة اللي انا بقدمها. وفعلا بترد على احتياجات للناس. يعني اتخلوا زمان عشان كنا نبعث ملف. تمام? تلاتين اربعين ورقة. لازم حد يروح يوديه. وهو ما فيش. ومستحيل تعمله فاكس. كل ده تطورات سريعة. ليه? عشان احسن الظروف المعيشية للناس. ساحقق افتخار. او انجاز افتخر به في العالم. انا هبقى مفتخر بنفسي. تمام? مش عشان انا اصير اوزع انا طويل وهي بلق. مش كده? لكن ايه الانجاز اللي انا هعملوه? هعمل حاجة الناس العالم يتكلم عنها. فانا مش ارضى بحاجة صغيرة. مش احمد زويل ده متربي هنا? لكن ايه? اصبح علامة ايه? مميزة في التاريخ. فالنهارده اصبح ايه? العالم بيفتخر به. مش مصر بس. ليه? هو صمم انه يقدم حاجة مميزة. حاجة مختلفة. فاصبح النهارده. القعدة مع الدكتور احمد بفلوس. مش كده? فاعرفوا ده دايما مع الخبرة. ومع المجهود. ومع الابتكار اللي انت بتعمله. القعدة معاك بعد شوية هتبقى بفلوس. الناس هتحب تروح لاي حد ليه? عايزها في ايه? مش عشان الخبرة? مش كده? عشان علمه. هي دي الحاجات اللي ممكن تشد الناس للشخص. وما الناس هتجي لك ليه? وبالتالي. لازم يبقى عندي رؤية. في جن. كم واحد فينا عنده رؤية هنا? ممكن نرفع ايدينا اللي عنده رؤية يرفع ايديه. رؤية. رؤية للمستقبل البعيد. انا عايز ابقى ايه? انا عايز اكون ايه? انا راسم لنفسي بعد خمستاشر سنة ان شاء الله. تمام? هكون فين? هي دي الرؤية. الحلم اللي انا عايز اروح له بعد مجهود من السنين للمستقبل مش القريب البعيد. واللي انا هسعى فعليا ان انا اوصل له زي ما عمل هندا وزي ما عمل مين? ديزني. والد ديزني. ان هو النهاردة علمي حتى الادارة بتاعته بتتدرس. عمل حاجة في وقت الناس كلها كانت بتقول ان الاماكن العامة في امريكا كانت اماكن فعليا للمخدرات والعصابات. هو طلب من الحكومة انه ادوني واحدة من الحدائق العامة دي وشوف انا عامل فيها ايه? وخدها وقد كان. مش يحول حاجات ما نتخيلش ان هي تبقى شخصيات محبوبة كده. الى شخصيات العالم كلها بيحبها. تم وجري. مش كده? هي دي قيمة التميز. قيمة الرياضة. قيمة التميز قيمة الرياضة. عشان كده بقول. انه لازم نتعلم نحلم. ونتعلم نغمض عينينا. مش من نام. لكن هيكون التفكير بتاعنا واحنا مغمضين عينينا. ازاي العملة هيبقوا مبسوطين من المنتج بتاعي? عارفين رؤية شركة سوني ايه? سوف نزبق احلام عملاءنا. شوفوا الكلام? سوف نزبق احلام عملاءنا. يعني قبل ما العميل هيحلم هيلاقي المنتج. هي دي قيمة الرؤية. قيمة التميز. قيمة الرياضة. ما قالش انه اكون انا الاول. هو برضو بيفكر في مين? في العميل. انا جي عشان العميل. انا بحط رؤيتي لاسعاد العميل. عشان كده احنا عندنا مورد مسلا. ممكن يخلينا نعيش كلنا ملوك. ايه? السياح. الصين امريكا فرنسا. من الفرصان الكبرى في السياح. ومعندهمش نص اللي عندنا. بس عندهم حاجة مهمة جدا. كيف يسعد العميل? العميل ده بالنسبة لي حاجة يعني مفيش منقش عليها. وبالتالي جيبت لكم تلات نمازج لتلات رؤيات. تمام? في ديزني حاطت ايه الرؤية بتاعته? متعة العائلة. متعة العائلة. وده حقيقة على فكرة. لما تخش مدينة ديزني. فتفاجأ ان ناس كبيرة وناس صغيرة موجودة في المدينة. وكله مستمتع مش للاطفال. وايه بقى? دي من ضمن الاماكن اللي في العالم. اللي هتلاقي كل جنسيات العالم موجودة فيها في وقت واحد. فعلا كأنك في كارتون. ده حقيقي. يعني متعة متعة بجد. التذكرة كان بقى لما دخلنا. ميت دولار. ويوميا يوميا في ايه? مئات الالاف. مئات الالاف واضربه في مئة دولار. يوميا. وما بتقفلش. قيمة الرياضة. طيب فقديدة سألوا ايه? الاداء الرياضي الاصيل. بس ربط الاداء الرياضي الاصيل. الناس بتاعت زمان محمد عليك بلاي. الناس دي. الاصالة في الرياضة. بالزبط والفخامة. سوني. سوف نسبق احلام عملائنا. اعظم كاميرات. اعظم استوديوهات في العالم. سوني. في كل تلفزيونات العالم. التميز اللي بيقدمه لانه فعلا طول الوقت السابق كل الشركات اللي حواليه بخطوات. بمراحل. عشان كده بقول ايه? احنا كلامنا كتير مش كده بنتكلم كتير. انا هعمل. انا بس اخلص. انا بس اخلص جيش. وهعمل وهسوي. وبعدين تلاقي بقي نبطة بلاي. سوري. احنا مش عايزين كلام. في الرياضة ما بينفعش الكلام. الرياضة فعل. الرياضة حركة. لازم تتحرك. هي دي قيمة الرياضة. فخلوا كلامنا قليل وفعلنا اكتر. اتعلموا كلامك يبقى قليل والفعل اكتر. حتى في انترفيو بتعمل في ايه انترفيو في شركة? اتعلم يبقى كلامك قليل ومحدد وفي الموضوع. احنا نتعود لما نقعد في حتة ونتكلم يسألون على حاجة. مش اقول له الموضوع على طول. نعمل ايه? انا سميتها كده. نعمله كنافة. اخده ووديه واجيبه ولفلفه. يكون الراجل نسي السؤال. بازة الانترفيو. خش في الموضوع. خش خليك محدد. خليك واضح. اطلق العنان الخيال. معظم الناس اللي اللي بنسمع عنهم دولة. كان مشاريحهم خيال. كان حلم. وعلى فكرة وانتوا عايزين تبتكروا او انتوا بتحلموا. اوعد حطوا قيود في التفكير. حتى لو ما فيش معك امكانيات. اسرح. احلم. تمام? ودايما خليك غير متوقع. ما تخليش قيود. عشان نبتكر. الابتكار لا يبنى على قيود. الابتكار يحتاج طلاقة. انطلق. انطلق. هو ده اخرج برا السندوق. مهم جدا. تبحس. عن فريق يكون معاك ينجحك. فريق يشدك لفوق. لازم تكون المشروع بتاعك يجزب الناس. يجزب الناس. فإيه اللي هقدمه لازم تسأل نفسك. إيه اللي هقدمه عشان يجزب الناس. يخلي الناس تستمتق. تبقى مبسوطة. وانت بتصمم المنتج او الخدمة بتاعتك تفكر انك انت تختلف. مالوكو بيسأل بسيط جدا. تعرفين انه دايما المحلات العصير. بتيجي في الشتاء والايه. كري في بينام مش كده. فمكتبنا في الحدايا. فانا لقيت الراجل عمل حاجة جميلة جدا. عايز الراجل يختلف. فبدأ يعمل في الشتاء حاجات سخنة. عشان الشتاء عايزة حاجات سخنة. وبدأ يضيف كمان في الصيف اللي بعده. حاجات طبيعية كلها. دوم. خروب. كل ما هي حاجات طبيعية. جاية من اسوان والقسش. حاجة بسيطة بس فيها ايه? اختلاف. اختلاف. وبدل مدى كان بيقدم في كبات ازاز. بدأ يقدم في كبات ايه? بغطى بشالمون. فانا ما اخدش لايه? مش كده? الموضوع بقى في نظافة. الاختلاف مش لازم يكون يعني حاجة جوهرية بس حاجات بسيطة. بس بتفرق في الاخر في التعامل مع ايه? مع العميل. بتفرق تماما فيه مع العميل. عندنا فرص كتيرة جدا. ماشي? ادرس السوق. الصين شاطرين عشان بيدرس السوق. بيشوف المصريين. بيشوف قوتهم الشرائية. بيشوف الحاجات الشعبية. بيشوف المواسم. بيشوف الاعياد. ويلعب عليها. فتخياله السنة اللي فاتت. احنا شارعين في وانيس رمضان بكام. حد يدي الرقم كده. ملايين اه. تلتمية مليون دولار. بالزبط احنا بلد الفوانيس. احنا بنعمل في نفسنا حاجات. شوفي التلتمية مليون دولار دي كانوا ممكن يخلقوا كام فرصة عمل. لو احنا بنتور في صناعة زي صناعة الفوانيس. المفاجأة اللي كانت بالنسبة لي. ان انا كنت قاعد مع مجموعة صيادين عشان عايزين يعملوا نقابة في اسوان. انا بصراحة رجعت حزنان. ليه? انه تخيلوا حتى في الصيد. لم نطور صناعة الصيد في مصر من ايام الفرعنة. يا نفس المركب ونفس الشبك. مستحيل. ما ينفعش. عندنا كم المية دي وكم الشواطئ اللي موجودة دي بنستور سمك. ليه? لان احنا مش بنطور هزي الصناعة. حتى في الزراعة على فكرة. الصراعة بتاعتنا تقريبا ما اتطورتش. احنا بوزناها. لم تتطور. ماشي? فلازم نتعلم ندرس الاسواق. تخيلوا في مصر. في سوق. ممكن لو انتو كلكو كده دخلتو فيه ما اتغطوهوش. ايه السوق ده? سوق الادوات المكتبية. تصنيع ادوات مكتبية. احنا عندنا سنويا كام تلميز وتلميزة? ستة وعشرين مليون. من اولى ابتداء الرابع جامعة. معزم الادوات المكتبية بتاعتنا ايه? مستوردة? تركي. اندونيسي. صيني. الماني. ايه ده? مع العلم ان في بعض الحاجات. المكان بتاعها عبارة عن مكان مشروعات صغيرة. سهل جدا. بس ما حدش بيحاول. لو انا شغلت دماغي. وفي نفس الوقت. درست السوق. هعمل الى بنات. الاستيكا تخيلوا استيكا مستوردينها? حتى السمغ السمغ بنستورده? مش ممكن. اه السمغ عربي وجاي من الصين. طيب. تعال الادها بقى. لقصر واسوان لما تنزل دلوقتي. تلاقي ايه? كل التماثيل الفرعونية بتاعتنا ميدين شاينة. فها شوية هتلاقي بدل ما كان رمسيس طويل قصر وبقى تعنيه ديقة. وبوازه ملامح وشه بقى صيني. مع العلم كل الخمات والجرانيت موجود في اسوان والقصر. بس فجأت ان حتى مفيش مدرسة لان هي تطور هذه الحرف والمهن اللي بدأت تندسر. وبدأت الصين تاخد ده مننا. ازاي يعني باي منطقة? يعني كل حاجة. لازم يبقى عندك بيزنس موديل. انا عارف ان عشان ما انتقولش خلاص اخر حاجة. بيزنس موديل. ايه البيزنس موديل ده? في حاجتين مهمين وانا بعمل البزنس بتاعي. ايه? لازم افكر في حاجة. مين الشخص? او العميل? او العمل اللي الفلوس بتاعتي اللي انا عايز اخدها منهم في جيبهم? بالزبط. الفئة المستهدفة اللي انا عايز اخد منها لما يشتروا مني. فلازم افكر في الموضوع ده كواس جدا. عشان ابقى محدد من منطلق في التسويق تجزئة السوق. حاجة التانية. كيف ستجعل ارباح مشروعك او شركتك? ها? او خدمتك تدخل الى جايبك انت. يعني الفلوس دي تطلع من جيب العميل وهو ايه? جايل لك. لازم افكر في ده. ازاي هخلي العميل اشجعه? تمام? اشجعه عشان يقدر فعليا يدفع. وبالتالي بسرعة بقى. لازم تكون لا لا معلش. او الدقة. البساطة في عملية التنفيذ. لازم ارجع واخد واستلهم افكار من الحوالية. لازم الاهداف بتاعي تحددها بدقة. لازم اسبت الفكرة اللي انا عايز اوصل لها. لازم يبقى عندي مكت. لازم ابقى مقمن عملية التمويل. لا هتلاقوه ده في الورق برا. ما تكتبوش حاجة. لازم يبقى عندي لو انا بنزل السوق لازم يبقى عندي ايه? نسخ تجربية. نمازج. قبل ما انزل السوق بيسموه عينات. اعمل عينة الاول وانزل السوق. وجس النبض بتاع السوق الناس هتقول ايه? وطوروا بناء على هذا الكلام. وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي للمشروع بتاعك في اسرع وقت. لأ ماشي ماشي. ماشي كمان. 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 ماشي كمان. اه بص بقى. نجحنا في عالم ريادة الاعمال. سوري ان انا انا اضطرت اكتبوه عشان ما تنسوش اللفظ ده. سميتها شركات ايه? غبية. ايه? 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 الشركات دي انا سميتها غبية. عشان النقطة دي. لانها طول الوقت بتوفر منتج فريد ونافق. بس ايه? من وجهة نظرها هي. من وجهة نظر صاحب المشروع. طب الشركات النجحة. والمنافسة بنجاح. ايه بقى? قيمة المنتج عند المشتري والعمل. هو ده الاساس. المشتري مقدر قيمة المنتج بتاعي ازاي? تمام? محتاجه ازاي? عايز ياخده ازاي? اه. وبالتالي اوعى تشغلوا هموكوا بالفلوس? انتوا الاول حددوا المحطة اللي انتوا رايحينها. ما تفكروش في الفلوس. تفكروا في المحطة اللي انت عايز تروح لها. وبالتالي لازم فعليا نحدد الى اين اريد ان اذهب. عشان تقدر تحدد الوسيلة اللي كمان? 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 بسرعة? هم? طيب. مارك ده. زوجر برج ده. ده هذا الشخص. اللي عمل ايه? صمم الفيسبوك. شوفوا بقى. اولا الصحافة العالمية اطلقت عليه قائد الشباب. على مستوى العالم. الموقع تم تقديره من ثلاث سنين بكام? خمستاشر بليون دولار امريكي. اه طبعا 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 عدة. ماشي? عشان كده انا انا هاختم بالجزء ده اللي هو هي دي الريادة. وهو ده النجاح. وهو ده التحدي. تمام? وعشان كده ايه اللي ناقصنا عشان ننجح? ولا حاجة? احنا ناقصنا بس حاجة مهمة. الارادة والدراسة. لو عندنا ارادة بندرس الحاجة اللي هنعملها كويس. عندنا ثقة بنفسنا كويس. طول الوقت نسق ان احنا هننجح. هننجح. وانا شايف قدامي وجوه كلها اعلى من الراجل ده. وبكرة هشوفكم في مشاريعكم. صدعتكم وشكرا. مرسي. شكرا. اشتركوا في القناة